السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأحزاء طلاب وطالبات السانوية العامة معكم ميسيو هاب الضابة خبير ومشرف اللغة الفرنسية للمرخلة السانوية النهاردة بإذن الله تعالى هنأخذ الوحدة الثالثة اللي هو الدرس الأول الوحدة طبعا اللي هي الوحدة الثالثة تتكلم على الريف من عنوان الوحدة اللي هي تاني اللي هي الوحدة يتكلم على الريف من أهداف الوحدة انت بتتكلم ستحكي أحداث في الماضي رحات هنا هتقول حاجة اللي انت عايز تعملها يعني برضو ان انت حتتكلم أو تعطي شرح هنعرف أسماء الخيوانات الأماكن اللي بتعيش فيها الحيوانات نركز في كل كلمة احنا بنقولها وحنقول تاني لابد من حفظ معاني الكلمات انت حافظ معاني الكلمات هتعرف كل حاجة بإذن الله تعالى أهم حاجة عندي تحفظ معاني الكلمات يلا بقى نبدأ مع بعض وننتبه لأسماء الحيوانات أول حاجة عندي هنا يعني مستكشف بيستكشف حاجة معانيها المراهق أو أقول أدو المراهق أو في المرحلة السنية اللي انتم فيها اللي يام 15-17 سنة ألا با الأرنب ألا با أن إليمو إليمو عنصر أن شو شو الحقل لوباسي لوباسي الماضي أنيمال أنيمال حيوان أنيمو أنيمو جمعها حيوانات إنفوري إنفغي فغي الراو الغيصح اللي هي الغيبة ريفياغ ريفياغ نهر صغير إنفول إنفول اللي هي الفرخة إن إكسيبليكاسيون إكسيبليكاسيون شرح إن غيبانس غيبانس إجابة إنفغم فغم المزرعة إن جوغني جوغني اليوم أو فترة النهار إن أكسيون أكسيون حدث أملت أملت فغاز فغاز لكامباني لكامباني الريف مهمة جدا وما ما يحصلش عندي لغبطة بينه وبين كلمة لكومباني يعني الشركة ودائما لما لايقى الجو الإن ما نطقش الجو إيكولوجي الإيكولوجي علم البيئة رانكونتري رانكونتري يقابل راكنتي راكنتي يحكي أنتبه الفرق بينه برانكونتري باسي يقضي أو يمر أو يمرر سيبيني أنتبه الجو إن ما نطقتش جي قلت سيبيني يستحم أو ياخدش يستحم ويوصل هنا غالبا في النار سي بروميني يتفسح يتنزح أنتبه إن في سي عندي في الأول اللي هي الأفعال اللي فيها سي اللي هي الأفعال الضمرية اللي بيبقى فيها الفعل والمفعول هو نفس الشخص مونتي أشوفال يركب الحصان مونتي أشوفال دوني أمونجي دوني أمونجي يطعم يأكل أنتبه أول حرف الجر آ اللي هو في النص ده حرف الجر عشان مونتي يختبر كفل المتحان رامسي دي زو يجمع البيض رامسي دي زو أنتبه إن لإف و الإس مراته همش كاسي بار اكسيدن يعني يكسر بطريق الخطأ درني درنياغ انسامل انسامل تري درول تري درول توم بكرة اياغ مبارح ايجوردوي النهاردة با ساتفي غير راضي عن أنا عندي ساتفي راضي عن لما أقول با ساتفي غير راضي عن اتر داكور موافق لما أقول جسوي داكور أنا موافق با داكور غير موافق لورير الرعب لما أقول او لا لا لورير او لغاغ يالا البشاعة سيفغي هذا صحيح سيني بافغي هذا غير صحيح يعني مش نسخة أصلية أوريجينال يعني أصلي ليس أصلي اللي هي ألعاب الزكاء زي والحظ زي الطولة أو الشطرنج نيجي بعد كده عندي اللي هي درس الحيوانات قلنا دا بقى هتعرف في ايه أسماء لزنمو الحيوانات حيوانات لزنمودلا فاغم حيوانات المزرعة هنعرف أسماء حيوانات المزرعة لزابيتا السكن بتاعها هنعرف لليودلا كامباني أماكن الريف هنعرف حاجات كتيرة يريد تركز معايا في الكلمات أم بيزاج منظر طبيعي أو مشهد هنتبهي أني كلمة بيزاج برغم أني آخرها ولكنها مذكر أم فلوف زيها برضو آخرها ولكنها مذكر النهر فرمي مزارع طغافاي عمل أبيطة السكن أم بغي المرعة بوتاجي بوتاجي بستان الخضار والفكهة أم مهمين جدا الجين دول أم بولايي بولايي اللي هي عشة الدواجم كلابيي أفص الأرانب فوازيناج فوازيناج الجيرة يعني ما قولنا إيه جيرانيا فيولون فيولون الكمان لومال المذكر يعني أقولك ذكر الحيوان دا اسمه إيه المذكر بتاعه لوكويغ لوكويغ الجلد فاغم المزرعة فينيا حقل العنب باسكوغ عشة البط أنت بيقول الأماكن إيه الطق مهمة جدا إيه طابلة حظيرة الماشية اللي بنو عليها الزريبة إيكغي إيكغي الاستابلة بتاع الخيل بيرجري بيرجري حظيرة الأغنام مهمين جدا المهارة أبيليتي أقول لي يتسم بالمهارة أبيليتي لا فيمل أنس الحيوان لما أقول لك يبقى إيزان فوق قلت لك قول لي لو مال يعني ذكر الحيوان دا اسمه إيه مثلا لا فيمل أنس الحيوان لا في لا في الحياة لا شاغ لا شاغ لحم الحيوان لا لين لا لين الصوف فولاي فولاي الطيور لا تغمبت لا تغمبت البوك اللي أنا المزمور بعمل فيه اللي هو بتاع الألمس البوك البنفخ فيه لاغب لاغب العشب أهم الفربات إليفي إليفي يربي كلتوفي كلتوفي يزرع إيصيي إيصيي يحاول يقيس يجرب جاغدي جاغدي يحرص دي السيني دي السيني يرسم باندغ باندغ يرسم بألوان الزيت بلونجي بلونجي يغتص في مكان سكي سكي يتزحلق على الجليد شاسي يطرد أو يصطاد يصطاد فابريكي يصنع سفواغ يعرف بروفيتي دي يستفيد من جوير دي يستمتع بي أنتبه لجوير أنتبه في فرق يدوب فرق بينه وبن يلعب جوه حرف واحد اللي هو الإي برودويغ ينتج فيفغ يعيش سير فيي يستيقظ نجي بقى للصفحة المهمة جدا جدا نجي نجي بقى للصفحة الثانية اللي هي الحيوانات انتبه بقى لزاني مو لزاني مو حيوانات دي لفاغم لزاني مو دي لفاغم حيوانات المزرعة إي لغا هنا إي لغا بيطا اللي هو ليرزا بيطا يعني السكن بتاعها انتبه بقى طبعا لازم معرف في كل حيوان لومال الزكر لافيميل المؤنس صغير الحيوان يعني ابنه مكان الحياة المكان بيعيش فيه السور ويجيب لك الصور عندك ويعيش فين بقى يهمين جدا المكان للحظيرة بتاعته المو المهر اللي هو ابن الفرس وابن الحصام بيعيش فين بقى إي كغي لستبل لولابا الأرنب لالابين لولابيرو ابنهم اسمه لولابيرو بيعيش فين كلابيي أفص الأرانب لكوك لابول لوبوسا الكتكوت ابنهم بيعيش فين بولايي اللي هي حظيرة أو عشة الدواجم لو كاناغ لكان لو كانتون اللي هو صغير البط ابن البط والبط اللي هو يعيش فين لاباسكوغ عشة البط لوبوك اللي هو الكبش أو التس لاشافغ المعزة اللي هنبقون عليها لشيفغو القدي بيعيش فين لابيرجيري لابيرجيري لاموتان الخروف لابغيبي لابغيبي لابريبي لانيون لانيون الحمل بيعيشوا فين لابيرجيري يبقى إذن هنا لما جاتكلم على المكان بيعيش في الحيوان بستخدم فيرف يعيش هقردو الأماكن تلعش مهمين جدا إطابل إطابل إستابل إكري يبقى قلنا إطابل الحظيرة بتاعت الزريبة إكري إكري إستابل لوكلابيي لوكلابيي أفص الأرانب لوبولايي لوبولايي عشة الدواجم لاباسكوغ لاباسكوغ عشة البط لابيرجيري لابيرجيري الحظيرة لابيرجيري الحظيرة يبقى إذن دي أهم الكلمات اللي عندك هنا طبعا معاهم هنا فرب فيفغ يعني يعيش بستخدم فرب فيفغ لما تكلم طبعا على الحيوانات فيفغ يعيش يعني يعني أجل أجل مثلا هنا الحصان بيعيش فين في الستابل تاني إجزامبل الأبقار تعيش فين في الزريبة نيجي بقى للحاجات مهمة جدا لما يقولك المرعة اللي بترعى في الحيوانات لما تتخرجها كده اسمها أم بري أم بوتاجي ده البستان بتاع الخضار بوتاجي أن شا شا الحقل أو الغيط إن فيني حقل الكروم حاجات مهمة جدا طيب حد يقولي تيجي إزاي هنا في الإجزامة يجبلك زي كده أول وحدة الأرنب بيعيش فين ترجع بقى تشوف بيعيش فين الأرنب كلاب يه رقم سي في أفص الأرنب يبقى أنت لا تستحفظ الكلمات طيب اللي بعدها بيقولك نقط رقم اثنين نمغو دي نقط إيه مؤنس البوك اللي هو الجدي طيب حتيجي تقوله إيه طبعا اللي هي المعزة اللي هي رقم سي طيب نمغو تغوا لما يقولك لشوفال في ده نقط الحسن بيعيش فين طبعا بيعيش في الستبل رقم بي اللي هي إيكيغي يبقى إذن أبناء الأعزاء لازم تحفظ الكلمات دي لازم تحفظ الكلمات اللي أصادق دي كلها لازم الكلمات دي أحفظها الكلمات الخاصة بالحيوانات الكلمات اللي خاصة بالريف لازم أحفظ الكلمات دي جدا وانتبه لها لازم ماشي أحفظ أسماء الحيوانات أحفظ المكان اللي بيعيش في الحيوان أحفظ المذكر والمؤنس بتاع الحيوان انتبه قوي أنا وبذاكر وقرأ الكلمات مرة واثنين وثلاثة لشان كلمات الوحدة دي كلمات تقيلة شوي يبقى خدنا الوحدة القول عن الرياضة الوحدة التانية عن الاكل والشرب الوحدة التالتة بتكلم على الاجازة وقضيها في الريف وبيتكلم على الريف والاماكن الموجودة في الريف وبيتكلم على الحيوانات كان معكم ميسي وهاب الضبا خبير ومشرف اللغة الفرنسية للمرحلة السانوية بالتوفيق ابنائي العزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته